هذه سلطانة خي ناشطة صحراوية تقيم بالأراضي الصحراوية المحتلة من قبل النظام المغرب منذ سنة 1975 تاريخ خروج الاحتلال الإسباني منها مرغما على وقع نيراني وثورة أحرار الجبهة الشعبية الصحراوية للساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالفوريزاريو عائلة سلطانة خي نموذج عما تتعرض إليه العائلة الصحراوية المتواجدة بالجزء المحتل من قبل النظام المغربي تتعرض للتعذيب والإعتقالات وحتى المحاكمات الجائرة التي طالت حتى الأطفال القصر تتواجد الناشطة الحقوقية سلطانة خي تحت الحصار والإقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020 أي أكثر من سنة وهذه العائلة الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي تواجه القمعة والاعتداءات الوحشية الموثقة بالصوت والصورة يكفيك أن تثغط بكبسزر حتى تظهر لك الشابكة العنكبوتية جرائم نظام المخزن ضد أبناء الصحراء في المناطق المحتلة راحل المحتل الإسباني وترك خليفته المخزني بعدما زرع ألغاما وخلافات تغذيها مصالح اليوم وطامع المستقبل وصراعات الأمس بين دول جارة يبدو أنها لا تعرف من الجيرة سوى النهب والتأمر على المساس بأمنها واستقرارها والسقوية بكيان صهيوني مارق لضمان بقائها على أرض سيدة بشعبها وجغرافيتها الضاربة في حلق التاريخ الإنساني ويبدو أنه لا فرق بين النظام المغربي المخزني وبين ممارسات الأبرتيد الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل يستنسخ من حريفه القديم الجديد سياسات التوسع الاستطاني والتطهير العرقي ضد الصحراويين الأشاوس المتواجدون في بوشتور مدينة العيون السمارة الكويرة تفاريتي وغيرها من المناطق الصحراوية المحتلة ما وضعية الصحراء الغربية القانونية وما مشروعية وشرعية تواجد النظام المغربي على ثمانين من المئة من الأراضي الصحراوية منذ ستة وأربعين سنة ولماذا يعرقل نظام المخزن عملية تقرير مصير للشعب الصحراوي وما غرضه من إقهام الكيان الصهيوني في نزاعه مع جبهة البوليزاريو وما علاقته إصرار الكيان الصهيوني على التواجد كعضو ملاحد بالاتحاد الإفريقي بالقضية الصحراوية والأهم ما سر إعلان التطبيع المخزني الصهيوني في هذا التوقيت الأسباب التي دفعت الحسن الثاني في 1975 لإحتلال الصحراء يمكن أن نختزلها في النقطة الأولى هي خوف المالك من الجيش فمباشرة بعد انقلاب الصخيرات سنة 1971 الذي قام به موشات من الجيش المغربي ثم انقلاب محاولة انقلابية لسنة 1972 التي قام بها سلاح الجو المغربي فصار المالك يخاف من الجيش ومن الضباط كانت فرصة احتلال الصحراء فرصة لإرسال جميع العتاد والجنود وإلهاء الضباط بحرب الصحراء ثانيا هناك المصلحة نهب الطروات الصحراء كانت إشاعات على أن هناك ذهب هناك بيترول هناك غاز هناك فيطة ثم كذلك هناك أسماك أكيد طروة سماكية فكان الهاجس الاقتصادي والمادي أيضا بالنسبة للحسن الثاني الذي قبل أن يتقسم الصحراء الغربية مع موريطانيا اللي يأخذ هو الثلوتين الشماليين من الأرض وموريطانيا تأخذ الثلوت الجنوبي إذن لما يكون هو مقتنعا بمغربية الصحراء أكثر مما كان معنيا بثروة الصحراء الغربية المحتلقة النقطة الثالثة كانت هي تزكية شرعية والبحث عنها لدى المعسكر الغربي لدى أمريكا، فرنسا وبعض الدول المحسوبة على الحلف الأطلسي أنادك ما أصل حكاية الصحراء الغربية مع الاستعمار الإسباني؟ ولما يصر النظام المغربي المخزني على ضمها بكل فجور؟ الآن نتحدى المغرب والمخزن أنه يأتي بدليل واحد لا قبر ولا بناية ولا عملة ولا أي شيء يدل على نوع من التواجد حتى إذا كان في فترة استعمار لا أثر لذلك إذن كانت السيادة دائما للصحراويين وسلطتهم الشعبية الموجودة والاستعمار لما وصل وجد السكان الصحراويين والأعيان للقبائل الصحراويين المغرب بأي طريقة يريد إيجاد تبريد لوضعه على الصحراء الغربية ولكن أقول في النهاية أن الوضع الصحراوي سيبقى طريقة تصفية استعمار والطريقة هنا احتلال أجنبي والقبائل قرارة تصفية سبعين دمية سنبات سنبات سنة اللي هو أن هذه الأرض ستبقى وضحة مختلفة عن الدولة المحتلة أو التي والله أكيدها على هذه الأشياء إذن إن أصل حكاية القضية الصحراوية آخر مستعمارة في القارة الإفريقية مرتبطة بالعصر الحديث باتفاقية مادريد وإطرافها الثلاث أنذاك أي سنة 1975 إسبانيا المغرب موريطانيا أصبح الاستعمار يتآمر مع النظام المغربي والنظام المغربي في ذاك العهد يعني استطاع أنه يجر نظام المختار والدادة ليوقع معه اتفاقية مادريد موريطانيا وهذا 1975 كانت توقيع اتفاقية مادريد صراع الحالي بنزل مستمر لماذا؟ أولا أن الوحدة الإفريقية وكذلك الأمم المتحدة تبنات هذه القضية باعتبارها قضية تصفية استعمار وكان نضال الشعب الصحراوي منذ بدايته كما قلت عن طريق مع العينين وإبنه هبا مع العينين ثم جاءت حركات في الستينة بعد أن تحضروا شوية الصحراويين وتأقلموا في المدن العين وصمارا إلى آخرين وظهرت هناك حركات تحرورية وطنية صحراوية وإلا أن جاءت جبهة بوريزالي في 73 لوحدة كل هذه الحركات من أجل تحرير الصحراء الغربية من طرف إسباني وقد كان هناك اتفاق ما بين الدول المغربية لموريطانيا والجزائر والمغرب على تحرير الصحراء الغربية من الوجود الإسباني على أن يمنح فيما بعد حق تقرير المصير للشعب الصحراء كان هناك اتفاق بين سبعين وثلاثة سبعين بين الحسن الثاني رحمه الله وكذلك هو المدين وكذلك هو الدات ما هي المشاكل المطروحة في الوقت الحالي بعد انسحاب إسبانيا هذا الانسحاب كان مفاجئ كان مفروض أنها تؤدي إلى استفتاء الصحراء الغربية كما نادت بذلك جميع قرارات الأمم المتحدة لكن إسبانيا أمام الضغوطات تعجبات البوليزاريو والنضاء والحركة الداخلية فضلت بعد أن رأت في المغرب أنه يحقق لها مطالبها أن تنسحب وأن تسلم الإقليم للمغرب عن طريق اتفاق ثلاثي ما بين موريطانيا والمغرب وإسبانيا الذي يسمى اتفاق مغرب ثلاثي الواقع من ناحية القانونية لا يجوز تسليم هذا لأن كان المفروض أنهم يعطوا هذا الإقليم للشعب الصحراوي لتقرير المصيرة لأن إسبانيا لا تملك حق منح هذا الإقليم ومع ذلك حتى لو اخذنا بهذا الاتفاق الثلاثي فإنه منحت إدارة الإقليم لكل من المغرب وموريطاني ولمجموعة الموريطانية إذن أعطاهم لم يمنح لهم السيادة وإنما منح لهم فقط ما يسمى بإدارة الإقليم في انتظار تطبيق تقرير المصر وقدر الحسن الثاني أعطى وعود كثيرة لإسبانيا بحيث أنها تحتفظ بجميع الانتيازات حتى أنه في تصريح أنه يقول مجرد نزول العالم الإسباني وتعويضه بالعالم المغرب بلغة الحقائق والتاريخ فإن نظام المغربي انقلب على عاقبيها فبعدما كان يوافق الطرح الجزائري المرافعة لسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وحقه في تقرير مصيره أثناء الاحتلال الإسباني أصبح يروجه لإطروحة كاذبة ومضللة مفادها أن الصحراء الغربية جزء من وحدته الترابية أصوانة تكذبها جميع الموثيق والقرارة الأممية النظام المغربي يحاول أنه يستعمل القضية السحراوية كقضية انفصال وأنه جزء تاريخي وهذا التضليل ومغالطة والدلايل الموجودة تكلمنا عنها سافقاً أنه لا أثر تاريخي ولا قانوني للنظام المغربي ولا يطبق عليها موضوع انفصال لأنها لم تكن جزء ولم تمس من الوحدة الترابية المعترف للمغرب دولياً الآن المغرب اليوم دولياً في الخرايط العالمية والمسجد خريطة المغرب الممتحدة وفي الاتحاد الفريقي لا تضم الصحراء إطلاقاً وهو موجود في الاتحاد الفريقي خريطة الصحراء موجودة إلى جنب خريطة النظام المغربي وصورة الشهيد الولي مؤسس الجبهة إلى جانب صورة محمد الخامس أحد ملوك المغرب إذن موجودة وفي الأمم المتحدة لا سلطة إذن موجود الوحدة الترابية المغربية لم يمس منها أي أحد كما هي معترف بها ولا تضم الصحراء هو يحاول أنه يقدم الكثير من الأنظمة العربية وكذا أنه هذه ستمس من الوحدة وكذا ولكنه أساس باطل لألف وتسعمائة وخمسة وسبعين هذا الرأي الاستشاري كان بناء على طلب من المغرب طلب من الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة رأي الاستشاري كيفية تعامل مع هذه القضية فعلا الجمعية العامة في الـ 74 طلبت رأي الاستشاري لمحكمة العدول واصدرت محكمة العدول هذا الرأي الاستشاري يعتمد عليه للمغرب لأنه جاء بفقرتين أساسيتين أولا في المطالب المغربي اللي بنها على الأسس التاريخية الأمبراطورية كي يسموها المرابطين وكذا رفضت للمحكمة أن تبني أعمال سيادي على أساس التاريخ فرفضت هذه كذلك استند إلى بعض الاتفاقيات التي أبرمتنا ذاك بين إسبانيا إلى أن مقابلها باللغة الإسبانية كانت تخالف ولذلك رفضت الاتفاقيات المحكمة ثم المهم للنتيجة أن المحكمة وصلت إلا أن هناك روابط قانونية بين المغرب والصحراء وكذلك من مجموعة الموريطانية لكن هذه الروابط ليست ذات طبيعة سيادية من شأنها أن تقلم الحق الشعب الصحراء في تقرير مصير ذهب النظام المخزيني بعيدا في جرائمه وخرقه لقرارات الأممية التي نصت سنة 1960 على حق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبرت الصحراء الغربية إقليما تحت الاحتلال إذ أقدم الملك الحسن الثاني بتاريخ السادسة نوفمبر 1975 على غزوه 80% من الأراضي الصحراوية ضمن ما سمها بالمسيرة الخضراء بمشاركة 350 ألف مواطن مغربي رفقة 20 ألف جندي في محاولة لإنشاء وجود مغربي بالأراضي الصحراوية المسيرة السوداء نقولها المسيرة السوداء ما هيش المسيرة الخضراء هي مسيرة سوداء لأنه كان يقول لهم إذا وجدتم الإسبان فعانقوهم فهم أصدقاؤكم وإذا وجدتم صحراويون فقاتلوهم إذن هذه هي الرسالة التي قدم يعني النظام المخزني الحسن الثاني يعني هذه التوجيهات يعني أمير المؤمنين يعني معانقة الإسبان وتقديم لهم ما يحتاجون ومقاتلة الصحراويين وبالتالي كانت البداية المفضوحة وهي في ظاهرها مدنين ولكن الغالبية الساحقة وإلى ما نقول لكل هم عسكريين يعني للتدخل لمقاتلة الصحراويين بحالة تعرضوا لهجومات أو شيء من هذا القبيل وهي ما سمها المسيرة الخضراء في الـ 75 يعني هجر كثير مننا وكان منظم لهم يعني إذا وجدتم الإسباني حيوه إذا وجدتم أي آخر فإن جيشكم معاكم يعني معناها يهدد في الجزائر المهم يعني الآن توطن المغاربة كثير في الصحراء المدن هذه المعروفة يعني العيون والدخلة والأخير فهذه المسيرة بش يغطي يعني كأنه ضم متعمد يعني للصحراء الغربية لكن هذا بالنسبة للقانون الدوني لا يعطيه الحق والصحراويين حتى ولمهمشم على أرضهم هذا لا يمنحهم من حقهم في تقرير المصيري عندما وقعت إسبانيا قبل جرائها من الصحراء الغربية اتفاقية مادريد مع كل من المغرب وموريتانيا والتي اقتسم بموجيبها البلدان الجهران جارتهم الصحراء دخلت الجبهة الشعبية لتحرير السقية الحمراء وبادي الذهاب البوليزاريو التي تأسست في العشرين مايي 1973 في نزاع مسلح مع كل من موريتانيا والمغرب كل لهذا الكفاح المسلح الرامي إلى تحرير الصحراء الغربية وإقامة دولتها وعاصمتها العيون المحتلة بانسحاب موريتانيا من الصراء بعد توقيعها معاهدة السلام مع البوليزاريو سنة 1979 استمرت الحرب ضد قوات المخزن حتى سنة 1991 بعد تدخل هيئة الأمم المتحدة وعقد اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 إذن الأرض واسعة أرض غانية هو قسمها بالأحزمة الدفاعية يعني يفصل بين الشرق والغرب هكذا تم وقف إطلاق النار في هذا الوضع يعني لأنه لما عجز عن حماية المدون والقرى أصبح يلجأ إلى طرق الأحزمة الدفاعية حتى الخبراء الصهينة هم اللي مدوه بالخبرات وبناء الأحزمة هذه حتى يمنع تسلل يعني المقاتلين إلى ما وراء الحزام ولكن حتى هذا التجربة لم تمنعه لأنه وقع اتفاق وقف إطلاق النار في ظل بناء الأحزمة منفسه لأنه مقاتلين كانوا كل مرة يتجاوزونها بهجمات وكانوا يعتقلون من جنود المغربة من وراءها والغنائم والدليل الموجودة يعني عداد الأسرى اللي كانت والغنائم اللي موجودة هذا في ظل هذا الوضع نفسه هو يعني استسلم الأمر الواقع وقرر توقيع اتفاقية السلام فمن ضمن المغرب يقول أنا عندي ربعين ألف لاجئ جزيل قالت عندي سبع ألاف لاجئ موريتاني قالت ما عنديش لاجئين عندي سحران كانت أذكة من المغرب لأنه لهم غاربة هذا هو كيف تقول لاجئين ما لقل قل نازح على قليل وقال لاجئ وهذا دليل على أنه ما هو شو صاحب الأرض ثم أن هذه لجنة تقصير حقاق قالت أنها وجدت يعني كثير داخل وفي كل مكان تمر فيه أن فيه تعبئة لجبهة البوليزاريو بمعنى أنه فيه قابول بهذه الجبهة واعتراب بها من طرف الشعب السحراني في كل مكان مرت به لجنة تقصير حقاق إذن فهذه الحركة لجنة البوليزاريو أو حركة البوليزاريو هي حركة شرعية مستندة إلى الشعب السحراوي بالذاته وستعملت السلاح سابقا ثم الوقف القتال وبعد ذلك رجعت الآن إلى استعمال القوة وهذا من حقها عندما يكون هناك تماظل عن تطبيق حق الشعب السحراني في تقرير مصير وفي حقيقة فهو إلا يعني هذا الحق هو موجود الآن بالنسبة للسحراويين لماذا؟ لأنهم ناضلوا وكوّلوا جمهورية مع أنهم أعلنوا رغبتهم عن استقلالهم وبالتالي حتى لما نريد أن نطبق تقرير المصير القصد به من ذلك هو فقط للرأي العام تعاقب عدة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة على رئاسة البعثة المنظمة للإستفتاء بالصحراء الغربية المينورسوب التي تسعى لإنجاح الجهود الأممية الرامية لحل سياسي لهذا النزاع الشائك والقائم منذ عام 1975 وذلك بإيجاد سيغة توافقية نهائية بشأن وضعية الحكم في المنطقة لكن النظام المخزني المتوارف يتمطل ويعرقل فما خلفية هذا الموال واضح أن النظام المغربي ما يهمه الثروات الموجودة في تلك الأراضي لا يهمه لا سكان ولا هم يحزنون ويهمه أنه يكون تواصل مع الدول الإفريقية مدافع من القوى الاستعمارية الفرنسية هذا هو ما يهمه بالفعل وهذه هي السحران من أغنى يعني المناطق في السمك يعني بحارها وشواطئها هي مناطق حتى يعني صالحة للزراعة خاصة الآن هم النظام المغربي يصدروا بعض المنتجات الزراعية لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الفوسفات يعني المؤشرات الكبيرة للبوترول والغاز ولهذا هو يعني يقوم بعقد اتفاقيات مع شركة آخر شيء شركة هذه الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في الشواطئ الصحراوية يصعى نظام المخزن للحفاظ على عرشه وكثب الشرعية باحتلال الصحراء الغربية من خلال مواصلة السنزاف وقدرات وثروات الشعب الصحراوي في ظل تغير المؤشرات الجهوسياسية والجهوء استراتيجية وهذا ما كشفته حتى وثائق باناما الخاصة بفضائح الفساد في العالم بعد الضم المغرب أو احتلال لأنه نقول الفترة التي كانت فيها إسبانيا هي استعمار احتلال إسبانيا الفترة التي فيها المغرب الآن فنقول احتلال أجنابي لا نقول عليهم استعمار ونقول احتلال أجنابي لأرض غيرها فبعد المسير الخضراء استولى على كل المناطق الاقتصادية بما فيها الفصفات اللي هو يعتبر أهم منجم في الصحراء كذلك احتل السواحل احتل السواحل اللي هو مشهورة بالأسماك وغيرها وبالتالي استغل هذه الثروات على الشعب الصحراوي اللي صالحه وكذلك بعض الاتفاقات اللي برمها ويواصل نظام المخزن جرائمه في حق شعب الصحراوي الأعزل يقمعهم يقتلهم ويعتدي عليهم وما قصته سلطانا خية العينة إذن من اليوم الأول النظام المغربي كان يقمع ويقتل ويعتدي على الصحراوي العزل واستمر ذلك إلى اليوم فقط لإذكاتهم حتى لا يصل صوتهم إلى المنتدى الدولي وإلى المجتمعات والمنطمات الغربية حتى تعلم بتلك الخروقات وما حكاية سلطانا خيي أو أمينة حيضار التي منعوها من الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلت حتى حجة أنها ترفض أن تعترف بمغربيتها والعديد من النشطاء الصحراويين المعتقلين في سجون الضل والعارض بعد محاكمات غير عاديلة والعالم كله شاهد على أن تلك المحاكمات كانت غير عاديلة تواجد بقوة الحديد والنار حزام دفاعي فيه مئات الألاف من الجنود والألغام المدن المحاصرة ليس فقط المدن والأحياء بل حتى البيوت أصبح الآن بما أنه هناك إدانات للاعتقالات اللي يقوم بها أصبح يحاصرهم في مدنهم ومنع الزيارات وآخر مثال لما يعني منعوا من الشوارع ومنعوا من الخروج أصبحوا يستعملوا يعني سطوح المنازل مثل ما تقوم به الآن سلطانة خية يعني تقف رافعة عالمها ورغم هذا لم تنجى فكل مرة هي يعني تدهم بيتها وعائلتها ويقطع عنها الماء ويقطع الكهرباء وتهدد يعني وترمى بالأوساخ هذا بشكل يومي ولكن هي مواصلة ربما كنموذج لأنها أصبحت معروفة وعندها علاقات إذن كل مرة هذا يعني يخيف النظام المغربي اللي حاول يعني لمع صورته بشكل من الأشكال ولكن هذا رفض موجود وقايم ومتواصل وهذه نماذج من فيديوهات تكشف وحشية نظام مخزيني يستقوي على نساء ضعيفات ولم يسلم حتى الأطفال الصحراويين من بطشه وعدوانه يستعرض وحشيته يسحل يعنف جرائم دولية كاملة الأركان فحتى الجهاز القضائي متواطئ تصدق بشكل من أشخاص تقريب السلام طمائم تقريب تقريب تقدم ترجمة نانسي قنقر 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 لا يمكن أن يقارنوا قضيتهم بقضية المغرب لأنهم يعلمون أنه لو قارنوها فسوف تتم رؤيتهم وكأنهم لا حق لهم في تلك الأراضي علما أن لهم الحق في أراضي ما قبل 67 أنا كنظم أن إسرائيل لم تقع في هذا الخطأ ويدولة تجارية إذا وجدت من يشتري الأسلحة ويشتري التكنولوجيا فسوف تتبعها بملايير الدولارات والمغرب يريد أن يشتري تلك الأسلحة حسب قوله دفاعا عن نفسه بالطبع إسرائيل لن تقول له لا وسوف تتبع لنا هذه مصالح دول التطبيع المغربي الإسرائيلي الذي طبعته السرية لسنوات عهيدة وخرجة للعنان تعتبر القضية الصحراوية والحرب الدائرة والصحراء الغبية أحد أسباب هذا الإعلان أو إعلان التطبيع المغربي الإسرائيلي لا شك بأن اتفاق الدفاع المشترك ما بين الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال المغربي انتحار سياسي كبير لأن المغرب لعهد قريب كانت تحكمه حكومة إسلامية تدعي الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته ضمن أهم أولوياتها إذن اعتبر ملك المغرب رئيس لجمة القدس وبالتالي هذا تناقض فج وكبير بالإضافة إلى أن الشعب المغربي في طوائف عدة منه يرفض يرفض هذا التطبيع وبالتالي لا شك أن الأزمة التي خلقتها جبهة القوليسان من المغرب بعد استنافها الكفاح المسلح دفعت فهوة للتطبيع مع قاتل الشعب الفلسطيني ومشرد الشعب الفلسطيني ومحتل دولة فلسطين وبالتالي هو احتلال يؤازر أو يدعم نظيرة الاحتلال الإسرائيلي إخراجوا النظام المغربي المخزيني لتقاربه مع الكيان الصهيوني للعالم بعدما كان لعقود سريا وصعيه إلى إدخاله إلى الاتحاد الإفريقي من بوابة عضو ملاحظ تفاصيل خطة يحبكها محمد السادس وحاشيته لمواجهة مخاوف تحرير جبهة البوليساريو للأراضي الصحراوية وبالتالي اطلاقوا رصاصة الرحمة على عرش النظام المخزيني بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية أمام عدم الاعتراف للمغرب وطبيقات وأعلن الجمهورية على استقلال بين الشعب الصحراوي أعلن على الجمهورية وهذه الجمهورية معطرفة وهي الآن دولة أو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي هنا نقطة وجود إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي هدفه هو الضغط على الدول الإفريقية حتى تقوموا بسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي وهذا مشكلة خطيرة جدا ولذلك جدا المؤكد فيها صار بالنسبة لهذا البعض تقارب بين إسرائيل والمغرب هو تقارب قديم يعني هو ليس جديد العهد الذي وقع الآن هو إخراجه للعالم المغرب هو من دولة من عدة دول كانت تتعامل مع دولة إسرائيل يعني على جميع المستويات أهمها العسكري ولكن أيضا الاستخباراتي وأحيانا حتى الاقتصادي الذي وقع الآن هو إخراجه للعالم ظانا أنه سينال اعترافا أمريكيا بالصحراء الغربية المحتلة لكنه لم ينال أي اعتراف الذي وقع هو أن ترامب وقع على تقارب يسمى بالفرنسية بروكلميشن وليست قانون يعني ترامب لم يوقع قانونا يخص بملكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة والدليل هو أن بايدل الآن لم يقم لا بتزكية ذلك التصريح هنا بإلغائه لأن التصريح هنا في أمريكا لا قيمة له التصريح الرئاسي هناك فرق بين التصريح الرئاسي وبين القانون الرئاسي ترامب لم يوقع عن قانون الرئاسي وقع فقط على التصريح لذلك لا قيمة له وليس باعتراف للولايات المتحدة الأمريكية كما يقول البعض يقولون أن أمريكا اعترافت لا لا أبدا أمريكا ستعترف لما يكون هناك قانون صدر عن الرئيس أو عن مجلس الكونغرس أنذاك يمكن أن نقول أن أمريكا اعترفت بمغربية السحراء أما أن يوقع الرئيس تصريحان يعني بروكلاميشن بالأنجليزية فهذا لا يعني أن أمريكا اعترفت بمغربية السحراء مما يجعل أن المغرب دخل في ورطة ودوامة لن يخرج هذا النظام منها سالياً خصوصاً أن إسرائيل لن تقع في الفقه أن تقارن قضيتها مع قضية السحراء الغربية المحتلة إسرائيل لها وجود قانوني لدى الأمم المتحدة ولا غبارة على الأراضي التي امتلكتها قبل 67 إسرائيل عندها مشاكل في الأراضي ما بعد 67 وهي ستكون حمقاء أن تقارن وضعها مع وضع المغرب المحتد للسحراء الغربية المحتلة إسرائيل تحاول أن تجد حلاً للفلسطينيين الذين يسكنون خارج الأراضي أو الذين لهم وطائق تتبت ملكية الأراضي لهم فهي تحاول أن تعالج ذلك المشكل بالتراضي أو بأي طريقة أخرى لكنها لن فلن يقارنوا قضيتهم بقضية المغرب المجاهرة بالعداء للجزائر والسماحول ممثل الكيان الصهيوني بتهديد جارته من أراضيه سابقة خطيرة لم يعرف التاريخ العربي تنم عن عقدته من تاريخه ومنظومة قيم النظام الجزائري الدعم والمساند لحق الشعب في تقرير مصيرها كيف لا والتاريخ الصحراوي قد وثق المواقف المشرفة للجزائر في دعمها كما دعمت فلسطين وما زالت وقبلها لسلماندلا وغيرها من قضايا عادلة الجزائر من الدول القليلة التي ينص دستورها على دعم حق الشعوب في تقرير مصير وهذا فخر للجزائر والجزائريات والجزائريين النظام مغرب نظام شمولي ديكتاتوري لا يمكنه أن يقبل أن يكون جارا له له من القيم ما للجزائر من القيم ومن التاريخ دولة الجزائر هي عقدة للنظام القائم بالمغرب هنا أشير إلى عقدة إلى النظام وليس للشعب المغربي عندما أن الشعب المغربي له أزياد من 300 ألف وقل 500 ألف مغربي يعيشون بالجزائر يعني هما فارين من من الفقر ومن الجوع ومن النظام الطيهاد يفرون إلى الجزائر كما يفروا البعض إلى فرنسا وإسبانيا وإمريكا وكندا فهناك من يجد سبيلا إلى تلك الدول الجزائر ما قامت بها هو تنفيذ للتوصية الأمم المتحدة في دعم الشعوب المستعمرة وتقديم لها الإسنات هناك قرار للجمعية العامة للممتحدة يسمى برنامج تنفيذي لتفعيل قرار 15-14 التطالب فيه تعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية وتطالب بلدان العالم كلها أن تقف إلى جانب الشعوب المستعمرة وتقدم لها الدعم الاقتصادي والإعلامي والشرعي وفي كل مجالات وتعترف بشرعية مقاومة الشعوب المستعمرة والطالب كل بلدان العالم أن تمتنع عن دعم المستعمر تمتنع عن دعم المستعمر لأنه دعمه يعتبر جريمة ضد الإنسانية إذن الجزائر ما تقوم به هو التطبيق لقرار الممتحدة الصادر من أجل تنفيذ قرار 15-14 هي يعني وتدعم الشرعية الدولية ومع القرارات الأممية وهذا قرارات عالمية للمعمورة كلها وبالتالي تستحق الشكر والإشادة بمواقفها مع الشعب الصحراوي مثل ما وقفت مع الشعوب كلها مثل ما سموا الجزائر مكة الثوار وقلعة الأحرار هو موقف يمشي مع المبادئ الصورية تحت أنها تساند حركات الشعوب وقد ساندت كثير من في أفريقيا أنجولا جنوب أفريقيا حتى يعني المهم كل المناطق ساندت الجزائر حتى أنه كافرال يقول عليها إنها كعبة الثوار يعني فعلا أن الجزائر هي ضمن البداية هي تصفية محاربة الاستعمار على أي مكان ولذلك الجزائر ظلت محل غضب من الدول الغربية من الدول الاستعمارية لأنها هي اللي نازلت ودعمت حركات تحرر وكثير من المعارضات الحركات التحرر كانت موجودة في الجزائر فإذا الموقفها عادي وبالتالي لما ظهر هي في الديبي لم تساند حركات اللي كانت موجودة في الصحراء الغربية لما لأنهما يقول لك كانت إسبانيا تحاربنا والمغرب يحاربنا والجزائر تغلق في وجهنا الحدود لماذا تغلق فيها لأن هذه الحركات ما كانش ظاهرة ووضع إيديولوجيتها واضحة لما ظهرت البوليزاريو إيديولوجيتها الاشتراكية ودعمتها ليبيانا ذاك إذن فهي في طال المصار التي هي مساندة حركات التحرر لوصولها إلى الاستقلال ومحاربة وأولى بها أن تساندها وأثناء وجود الإسباني مع هذا النظام والحركة لجبات البوليزاريو كانت أثناء وجود الإسباني يعني ليس الآن كل مغرب اللي سيسميها الآن حركة إرهابية للأخري ولو في السابق كانوا كلهم يساندوا تحرر الشعب الصحراء إذن النظام المخزيني لم يكن مختنعا بمغربية الصحراء أكثر مما كان معنيا بثرواتها وفي ذل تقاعس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عن تحمل مسؤولياتها تجاه تصفية الإسعمار بآخر مستعمرة بالقارة الإفريقية فإن منظمة البوليزاريو عازمة على المضي في كفاحها حتى تحقيق استقلال الصحراء الغربية في انتظاره حلقة مسلسل التطبيع والهرولة المغربية الصانونية